اشتركوا في القناة بما يحقق المصالح المشتركة العلاقات التاريخية تنتد إلى آلاف سنين من حضارة دلمون وحضارة وادي النيل التناغم الحاصل والانسجام في العمل السياسي وفي اللغة الدبلماسية بين البحرين ومصر تناغم كبير وانسجام متواصل ومتكامل إذا كانت مصر هي العمق الاستراتيجي للأمة فإن مملكة البحرين هي القلب النابض للأمة العربية جلالة الملك المعظم حقظ الله ورعاه دائما ما يؤكد أن جمهورية مصر هي الانتداد القومي لنا جميعا وبالتالي فهذا التكامل والتعاون في كافة المسارات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية علاقات مستمرة ووثيقة ومتميزة في كافة القطاعات مؤخرا عندنا الزيارة التي قام بها أيضا وزير المالية عقد أيضا عشر اتفاقيات خمس عشر مبادرة 13 مذكرة تفاهم وهناك أيضا تعاون اقتصادي تعاون عسكري تعاون تعليمي أيضا في مجال الثقافة والإعلام والسياحة فبالتالي لما تتكلم عن العلاقات البحرينية المصرية تتكلم عن علاقات عميقة متجددة متطورة اهتمام سمو ولي العهر رئيس مجلس وزراء حفظه الله أيضا بتطوير هذه العلاقات كبيرة توقيت هذه الزيارة وزيارة جلالة الملك المعظم إلى جمهورية مصر في هذا التوقيت أيضا يحمل للولات كبيرة يقرؤها من يشاهد ويتابع المشهد السياسي الحاصل